اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه اتصال هاتفيا اليوم باخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب جلالته فيه عن أصدق التهاني وأطيب التبركات لسموه بمناسبة العيد الوطني وذكر التحرير سائلا الله جل جلاله أن يحفظ سموه ويرعاه ويمتعه بمفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق نعمة الأمن والرخاء والتقدم في ظل القيادة الرشيدة لسمو حفظه الله وأشاد جلالة الملك المفدة خلال الاتصال بالنهج الحكيم لصاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح وبما حققته دولة الكويت بقيادة سموه من إنجازات تنموية وحضارية ونهضة وتطور على كافة الصعود وبالمكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي وبما سعيها الخير في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك وأكد جلالته حفظه الله بهذه المناسبة اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والمحبة ووشائج القربة ووحدة الهدف والمصير المشترك واربا جلالته عن التطلع الدائم لتوثيق عرى التعاون الأخوي في جميع المجالات لما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما الشقيقين وقد أعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة عن عميق شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى على ما عبر عنه من طيب المشاعر الأخوية الصادقة تجاه الكويت وشعبها في هذه المناسبة الوطنية العزيزة والمجسدة لمدى عمق أواصر الروابط الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة والعافية ولشعب البحرين العزيز تحقيق المزيد من التطور والرقي تحت القيادة الحكيمة لجلالته رعاه الله